فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضوالة في النار أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين يسعدنا في هذا اللقاء أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة السائل يقول ما حكم مشاهدة الفيديو الغير مبني على حقائق يعني فيديو خيالي يدعي معرفة الشخصية وسماتها وأسرارها لكن يعني مبني على غير الحقائق مع عدم تصديقي بما أرى فليدخل هذا في حكمة التي تقبل صلاةه يعني ده نوع من الكهانة والدجل أي طبعا ده نوع من الدجل يعني الست اللي هي بتدعي قراءة الكاف ده دجل مبني على التخيل والدعاء علم الغير دجل وخرافة اللي بتقرأ الفنجان أيضا دجل نوع من الدجل الأبراج برضو نوع من الدجل والكهانة فيديو برضو قائم على هذه التخاريف يقول لك انت اسمك إيه ووريني شكلك كده وانت سنك قدي إيه ومن خلال كده يقعد يقول لك انت بيحصل لك وهيحصل لك هل هذا من الدجل طبعا هذا من الدجل ومن الكهانة ولا جوز متابعة مثل هذه الفيديوهات ولا مشاهدتها لأنه المشاهدة دي أصلا جماعة محسوبة على صالح الفيديو ما انت بتدعم حجم المشاهدة وهو يجيب له إيرش كمان عبر شركة اليوتيوب وغيره طب ليه ندعم هؤلاء ونجيب لهم حجم المشاهدة أكثر وأكثر الواجب علينا مقاطعة هذه لأنها نوع من الدجل والجهب والخرافة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد السائلة تقول حدث خلبي بيني وبين إخواني وبين إخواني الذكور بسبب الميراث وتدخل بعض الأقارب للإصلاح لكن ما فيش فيد وإخواني الآن يقاطعونني لمجرد أني طلبت حقي في الميراث وأنا أحاول التواصل معهم لكنهم يرفضوا ماذا أفعل وقلبي أتقطع عليهم وأنا أحب إخواني وأخواتي جدا والله يا بنتي للأسف الشديد من سلبيات المجتمع خاصة في الريف لا ننكر هذا إنه ادعائهم بإنه مش هنورث البنات ليه مش هتورث البنات والله هاصل كده ورثنا هيروح لغيرنا اللي هو مين غيرنا ده اللي هو زوج البنت الغريب يعني هو هي دية الأساس طيب ما هو أنت زوجتك غريبة هي الأخرى ليه أنت بتاخد ميراثك يا أيها الرجل بينما زوجتك مش من العيلة وغريبة وتتمتع زوجتك الغريبة بميراث والدك أو والدتك وبتمكن على أختك اللي يتاخد ميراثها بحجة إن زوجها الغريب هيتمتع بيه وتقول إرشنا ما يروحش الغيرنا وإرسنا ما يروحش الغيرنا ما هو راح الغيرنا عندك هو واللحنا بنقيس يعني عندنا المعايير المزدوجة ما ينفعش والله عز وجل قضى في كتابه إن الميراث حق للرجال وحق الإنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فكما جعل أنصبة للرجال جعل أنصبة للنساء بل انتبهوا أيها الإخوة انتبهوا أيها السادة هل تتخيلوا إن كل النساء الوارثات في كتاب الله يارثنا بالفرد بينما معظم الرجال لا يارثون بالفرد لا يارث عندنا من الرجال بالفرد إلا أربعة الأب والزوج والأخ لأم والجد هم دول اللي بيارثوا بالفرد من الرجال أربعة بينما كل النساء الوارثات يارثنا بالفرد يعني الزوجة تارث بالفرد والأم تارث بالفرد والجد تارث بالفرد والبنت تارث بالفرد والأخت الشقيقة تارث بالفرد والأخت لأب تارث بالفرد والأخت اللي أم تارث بالفرض كل النساء الوارثات يارثنا بالفرض يعني النص فنصبهم فرض في كتاب الله عز وجل أهم أنا أمنع الفرض ده وده كلام يعني أنا ألغي حكم ربنا ما يصحش طيب ما هو الأب مات بقاله سنين طيب ما قسمتش ليه يا أخي كبير أنت ما قسمتش الميراث ليه ما غلط حبسه الميراث حبسه لحقوق الورثة لأن في بعض الإخوة الكبار متصلتين أو الأم لسه عايشة يقولك إزاي نقسم ميراث أبونا ومانا لسه عايشة يا سيني ما أمك لها حق في الميراثة تاخد عشان أنتو في أولادها تاخد الطن ولو ما فيش أولادها تاخد الربح وبعدين ماشي عشان الأم الأمنا عطى الحكم ربنا تبارك وتعالى ونجمد حقوق الورثة ويبقى كلها محطوطة كده مجمدة في الفريزر ما يصحش هذا إهضار للحق أنا كان حق يوم أبويا مات كان حقي خمسين ألف طيب أبويا بقالوا خمس ست سنين وإنت منعني لو أنا خدت الخمسين كان النهاردة بقى أمي الأمية وخمسين النهاردة هتديهم لي برضو أمي الخمسين لا يجوز تعطيل توزيع الميراث يا سادة لأن هذا إهضار لحقوق الورثة ولا يجوز يا سادة أن نتدعي إن احنا ما بنورث البنات لأن هذا إهضار لنصوص صريحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبنت مش غلطانة ولا الأخ غلطان لما يطالب بمراسه هو يطالب بحقه أنت لا تمن عليه إنما أنت تعطيه حقه الذي أمسكته عنه طيب إخوانها الذكور زعلوا يا بنت حاولي استردأهم حاولي مصلحتهم بأي طريق إن خاصموك صلي رحمك وإن قطعوك اسألي عنهم وإن لم يسألوا عنك سلم عليهم وإن لم يسلموا عليك تواصل معاهم وإن لم يتواصلوا معك وفي نفس الوقت عليك أن تصر على أن تأخذ حقك حتى لا يضيع ولا يحبس أكثر مما حبس ولا نمكن الإخوة الذكور أو نمكن حتى الأم من حبس الميراث عن المستحق أو عن المستحقة والله أعلم وصلى الله وسلم وضارك على النبي محمد السؤال أو السائلة تقول ثلاث فتيات طالبات جامعيات استأجرن شقة عند سيدة وهي تعيش معهن لكنها تكذب عليهن في كثير من الأمور وقد اكتشفن بعض هذه الأكاذيب وأصبحن يحذرن بعضهن البعض بكذبها اتقاء لشرها فهل هذا من الغيبة والنميمة؟ لا 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 أبدا هذا ليس من الغيبة ولا من النميمة لأن أهل العلم استثنوا من الغيبة ما كان على سبيل الشكوى أو على سبيل التحذير أو على سبيل النصيحة أو على سبيل التحاكم والتقاضي أو على سبيل طلب الفتوى كل هذه مستثناء من مسألة غيبة الناس يعني الحديث عن ما فعلوه وهم غائبون طيب هل تنصحنا بالبحث عن سكن ثاني لو لم تستطيعوا التعايش مع هذه الصيدة وهي مستأمنة عليكم يعني تؤنسكم تؤنس وحشتكم ستة كبيرة وانتوا بنات فيعني كأنها أمكم كأنها خالتكم كأنها عمتكم وتستطيعوا أن تتعايشوا معها وتستفيدوا بالأنس معها خير وبرك إذا لم تستطيعوا أن تتقوا شرها ففي هذه الحالة بالفعل النصيحة أن تبحثوا لكنا عن سكن آخر والباب اللي يجوا من الريح نسد ونستريح هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد أخت تسأل تقول هل يقدر الجن تاني الجن تاني هل يقدر الجن على أن يقطع الملابس والسجات في غيابي عن المنزل فكلما ذهبت إلى بناتي ليوم ولا يومين رجعت أجد ملابسي مقطعة وأجد فوضى في البيت وفي حال وجودي لا يحدث شيء من هذا شوفي هل ده احتمال وارد؟ احتمال وارد بس بعيد أوي يعني بعيد أن الجن طبعا لأنه اختلف أنه هناك لكل بيت عوامر من الجن ده أنا مش فأقول كده عشان نخاف ولا نترعب لا 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 أبدا جن أمة وإحنا أمة تانية وإحنا بنستعين بالله سبحانه وتعالى ونستعين بالقرآن وبذكر الله تبارك وتعالى وبإقامة الفرائد أنه يتجرأ علينا أحد من هؤلاء أو من غيرهم بالأذن لكن في حديث أبي سعيد الخضري قال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البيوت عوامر يعني من الجن فإذا رأيتموهم فآذنوهم سلاسا فإن خرجوا فبها وإلا فاقتلوه فإنه شيطان طب هنقتلوا إزاي لو تشكل في صورة شيء تشكل في صورة حية في صورة ثعبان فوآذانا ففي هذه الحالة يجوز أن نقتله فالبيوت لها عوامر من الجن أي ولها عوامر من الجن نتقيها إزاي نتقيها بإقامة فرائد الله عز وجل نتقيها باعتقادنا الصحيح ألا ملجأ من الله إلا إليه وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نتقيها بإقامة صلواتنا وفرائد ربنا نتقيها باجتناب المعاصي والذنوب الظاهرة والباطنة نتقيها بعموم ومطلق ذكر الله عز وجل من القرآن والأذكار والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا لكن هل ممكن أنه الجن يعمل كده؟ آه وارد وارد أحيانا طيب هل إحنا يعني في الحالة ذي نعمل إيه؟ نتخانئ معهم يعني نتضارب معهم؟ لا أبدا نصرعهم بالأذكار وبكتاب الله عز وجل بفاتحة الكتاب طبعا جايز بآية الكرسي جايز طيب خلاص المعوذتين ولا لازم البقرة وآلي عمران ولا في بعض أهل العلم يقولون إنه تحسين البيت البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة يبقى إحنا كده بنحصن البيت ثلاثة أيام من الشيطان يعني كل ثلاثة أيام نقرأ نقرأ مش نشغل يعني نقرأ صورة البقرة في البيت يجوز؟ آه يجوز لأنه بهذا قال بعض أهل العلم ونحصن نفسنا بإيه؟ نحصن نفسنا بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار بعد الاستيقاظ من النوم وأذكار الخروج من البيت وأذكار العودة إلى البيت وأذكار ما بعد الصلوات وأذكار ما بعد الوضوء وهكذا وهكذا حتى عند لبس الثوب حتى عند رؤية المرآة أو المظر في المرآة حتى عند سماع الأذان كل هذه أذكار منقولة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأذكار هذه حصنه كالحصين تمام لو فعلنا هذا إن شاء الله لا يقربنا الشيطان بإذن الله تعالى إحنا عندنا اعتقاد صارم وحاسم وصحيح إنه إذا فعلنا هذا يقينا الله عز وجل من كل ذا ومن كل أذن ومن كل شيطان حتى كما يقول بعض أهل العلم من أذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نتحصن بأذى الذكر فإن شاء الله لا يضرك في هذا اليوم شيء خرأت آية الكرسي حديث الرجل النص اللي كان يصرق التمر من بيت مال المسلمين وأمسكه أبو هريرة قال ألا أعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك كشيطان فإنت تتحصن بهذه الآية اللي هي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل وعلى قدر يقيننا فيما نتحصن به من القرآن والأذكار على قدر ما تثمر وتردع الإنس عننا والجن على حد سواء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد السائل أو السائلة أختي معها شهادة خبرة من أحد المستشفيات وتطلب مني أن أغير اسمها إلى اسم زوجها يعني نخلي شهادة الخبرة بتاعة الزوجة نخليها شهادة خبرة باسم الزوج عن طريق أحد التطبيقات اللي هي برامج اللي على النت يعني ما حكم ذلك هل يعد تزويراً هو عين التزوير يا جماعة شهادة الخبرة باسمي أن أنا فعلاً عندي خبرة في العمل في المستشفى في أي مجال بقى مجال الأشعة مجال المختبرات مجال المجال مجال ومعايش هات خبرة باسمي ممكن نخليها باسمي ابني البرنامج على النت يلعب فيشيل اسمي أنا ويحط اسمي ابني لو فعلته هذا أنا مزور لأن ابني ما اشتغلش وهو من الكذب وهو من شهادة الزور وان شهادة الزور يعني الكذب طبعاً ويوم القيامة طرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والمؤمن لا يكذب والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر يعني فيه كبائر وفيه أكبر من الكبائر قالوا بلى رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس وقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور فما ينفعش يا بنتي أن احنا نتدخل ببرنامج عبثي على النت أن احنا نغير شهادة الخبرة بدل مهل صاحبها نخليها الواحد آخر تحت أي بن تحت أي مسمى الكذب كذب وشهادة الزور شهادة الزور فلا ينبغي لأن هذا مش حرمه بس هذا من الكبائر بل هذا من أكبر الكبائر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد السائل يقول أبي حلف على يمين ألا يأكل معنا في وقت غضب ثم راجع عن يمينه فأفتاه أحد الناس أنه لا إثم عليه ما دام كان في غضب هل هذا صحيح يعني إذن السؤال عن يمين الغضبان الغضب درجات زي الإمام بن القيم كده مفصل ونبأ الغضب درجات لو كان الغضب وصل معه إلى مرحلة الإغلاق يعني هو عمال يطلع قاذائف بلسانه ويحلف أيمانات وهو مش واعي إطلاقا مش داري لدرجة بعد ما خلص كان قال طلاق وكان قال أيمانات يقول له إيه ده إيه اللي أنت عملته ده أنت قلت طلاق وقلت مش أيقول علي الطلاق ما حصل لأنه مش واعي فلو كان الغضب عند الوالد وصل إلى مرحلة أنه مش واعي يبقى هذا اليمين في هذا الغضب لا شيء عليه إنما لو كان الأب نفسه مدرك إنه أيوة مع غضبي لكن واعي أدرك أنه حلف حلف يبقى في هذه الحالة عليه إن كان رجع في اليمين عليه أن يستغفر الله عز وجل أولا ثم عليه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد السائل هل يجوز أن أجلس جلسة الضحى يعني الحد الضحى الحد وقت الإشراق وأنام ثم إذا استيقظت صليت صلاة الضحى هل يحسب لي أجل الحجة والعمرة التامة التامة ولا لا بد أن أصلي فور الشروق طبعا الحديث وارد أنه من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاة يغكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين إلا كتب الله له أجر حجات وعمرة تامة 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 أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أخويا ولا أختنا المستمعة أو المشاهدة تقول بس إحنا سمعنا أحد المشايخ الكبار يخدش هذا الحديث يخدشه لأننا سمعنا وقرأنا الأئمة الكبار عليهم رضوان الله تعالى الأئمة السابقين حسنوا الحديث حتى شيخنا حتى شيخنا الألباني عليه رحمة الله تعالى قضى بحسن الحديث وثبوته فأنا عايز أوفق إلى الأجر في هذا الحديث والثمرة في هذا الحديث يبقى لابد من متابعة الحديث أجلس المجلس لحد الضحى والضحى يعني أن الإشراق تم وبعد الشرق بحوالي ربع الساعة إلى تلت الساعة فإذا جلست لهذه الفترة وأنا أذكر الله عز وجل أذكر الصباح وما شابه يبقى إذا وصلنا إلى وقت الضحى أقوم فأصلي ما كاتب الله لي أن أصلي ركعتين أو أكثر إذا فعلت هذا فالله عز وجل يكتب للعبد فعلا أجر حجة وعمرة تامة 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 كما ورد الحديث إنما لو خالفت الحديث فمثلا أمت صليت الضحى بس ما ذكرتش جلست الجلسة لكن ما صليتش الضحى يبقى لدى وافق الحديث ولا أخونا التاني دى وافق الحديث اللي يوفق الحديث هو الذي يجلس جلسة الإشراق مستفيدا بالأذكار حتى تشرق الشمس وتطلع قدر ربح أو رمحين رمح أو رمحين وبعد كده صلى صلاة الضحى حتى يفوز بالأجر الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الأجر إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد طيب بنتنا بتسأل بتقول إنه الأب والأم على خلاف دائم والأم أحيانا تطلب من البنت أن تفعل أفعالا لمضايقة الأبد والبنت طبعا فهمة الكلام ده وغير راضي عنه وتشعر أن هذا لا يرضي ربنا ولا يرضي والدها وإذا رفضت الأم تتضايق فتعمل إيه؟ تتابع الأم على ما تريد وتغضب ربها وتغضب والدها ولا تعمل إيه؟ لا طبعا يا بنتي القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أمنا الطاعة لأب والأم إمتى؟ وفي إيه؟ إنما الطاعة في المعروف هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نكمل القاعدة على بعضها إنما الطاعة في المعروف لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالأم هاتي حاضر مدم معروف ودي حاضر مدم معروف اعملي كذا حاضر مدم الكذا ده معروف زعلي أبوكي اعرفي أبوكي لا لا طاعة لمخلوق يا أمي في معصية الخالق أبقي على برك بأمك في المعروف وأبقي على برك لأبيك بالمعروف لا تغضبي أمك لصالح والدك لأن هذا إغضاب لله ولا تغضبي والدك لصالح أمك خليك أنت بقى زي ما بيقوله كده حاكم عدل ما بين الإثنين وحاولي منصحة الأم أن ده يسبب أمي لا يصح ويا أمي الوالد له علي حق ويعني أنت لك علي حق أيضا فأنا لا أريد معصيتك ولا أريد مخلفتك لكن أنت لا تحطيني في هذا الحرج لا تضعيني في هذا الإحراج مع ربنا من ناحية ومع أبويا من ناحية أخرى ولعل هذه المناصحة برفق ولي فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه ربما ينفتح قلب الأم لهذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد السائل ولا السائلة إمرأة بلغت الخمسين من عمرها ولم تقضي ما عليها من الصيام طيلة حياتها فليجب عليها قضاء ما أفطرت خلال هذه السنوات في رمضانات السابقة نعم طبعا طبعا هي مشكلة أن النساء يجهلن هذا الأمر بهذه الصورة أتاح أباح الله عز وجل مش أباح فرض الله عز وجل على المرأة الحائد وأنه فساء ترك الصوم والصلاة أثناء فترة الحيد والنفاس ثم أوجب عليها من ناحية أخرى أن هي بعد الطهر تقضي ما أفطرت من أيام رمضان فالواجب على المرأة المسلمة والفتاة المسلمة قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيد أو بسبب النفاس قال فعدت من أيام أخر ومعاك مهلة القضاء من رمضان لحد رمضان سنة كاملة تب أنت عايزة مهلة أي أكتر من كده يا أختي ولا يا بنتي 11 شهر ما بين رمضان لرمضان مهلة القضاء كانت أمونا عايشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان يعني اللي فات فلا أخضي إلا في شعبان يعني اللي بعده يعني إذا معنا 11 شهر فعايزة مهلة أي أكتر من كده عايزة إعذار قد إيه أكتر من كده فكمان نترك عام على عام رمضان على رمضان على رمضان اعلمي أن هذه الأيام التي أفطرتيها أنقصت رمضاناتك فلم يرفع لك صيام رمضان كامل إنما رفع صيام رمضان غير كامل أنت ما صمتيش رمضانات أنت صمتي بعض الرمضان مش رمضان كله بسبب الخمس ستة أيام بتوع الحيض ولا العشر خمس ستة اليوم بتوع النفاس طب تعمل إيه؟ لابد من قضاء هذه الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دين الله أحق بالوفاء دين الله إذا كانت صلاة متروكة دين الله زكاة ما دفع نهاش دين الله صيام ما قضانهوش كل دي ديون ربنا تبارك وتعالى قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو أحق بالوفاء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأي استعيني بالله عز وجل وابدأي اقضي هذه الأيام حتى لو قاضيتي في الإسبوع ثلاثة يامين تصوم يوم وتفطر يوم من تصاحب الدين لله سبحانه وتعالى فلازم تشد حيلك وتستعيني بالله عز وجل افطر يوما وصوم يوما وإن شاء الله كم شهر وراء بعضهم أتجد بإذن الله تبارك وتعالى قد أعانك الله على قضاء ما عليك من هذه الأيام والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد السائل ولا السائلة كيف أقوم بالأمر بالمعروف بطريقة صحيحة غير منفرة والله يشوفوا القاعدة أولا الأمر بالمعروف أنها يعني المنكر فريضة محكمة من فرائد الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره والأحاديث مرأ منكم منكرا فليغيره بيده لم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث كثيرة وآيات كثيرة أوجبت علينا الأمر بالمعروف وأنها عن المنكر لكن شوفوا الشيخ الإسلامي ابن ثيمين الرجل الفذ ده عبر تعبيرا في منتهى الحكمة قال الواجب في الأمر بالمعروف وأنها يعني المنكر متابعة القاعدة دي أن نأمر بالمعروف بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بالمعروف وإحنا بنأمر بالمعروف نأمر بالمعروف بطريقة المعروف وننهى عن المنكر برضو بالمعروف إيه هو المعروف ده؟ الرفق واللين والحكمة فاكرين قصة السيدة عائشة رضي الله عنه لما دخل بعض اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا وهم يسلمون عليه بطريقتهم أسام عليك يا محمد فالسيدة عائشة انتبهت إلى أنهم يقولون السام وليس السلام السام يعني الموت والهلاك والعياذ بالله فالنبي يرد عليهم قال وعليكم خلاص وعليكم اللي انت قلتوه يعني السام يبقى عليكم أيضا نعم قالوا مش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انفعش فأمنا عائشة من داخل حجرتها قالت وعليكم السام واللعنة اليهود دون أنا بسألك الآن اليهود دون يستهلوا قالتوا من عائشة ولا ما يستهلوش لا والله يستهلوه وأصعب منه ألف مرة لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفض وقال يا عائشة شو بيقوم بيصحح يا عائشة حتى مع اليهودي أيوة حتى مع اليهود مع القيم الجماعة لا تتجزأ أنا مش أبقى صادق مع المسلم وغير صادق مع غير المسلم مش أبقى أمين مع المسلم وغير أمين مع غير المسلم ما ينفعش القيم لا تتجزأ وإحنا أمة الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فقال يا عائشة خد بالك لا تكون فحشة ولا متفحشة أنت غلطانة هما طبعا اليهود غلطانين وستين غلطانين لكن شوف بقى النحية التانية بقوم لا تكون فحشة ولا متفحشة إنما الرفق إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وشوفوا الخلاصة في القرآن يخاطب ربنا عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول والنبي ده بيخاطب لهم غير المسلمين لهم لسه ها ها يدخلوا في الإسلام قال فَلَفَ بِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللِّنْ يَعْنِي لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيثَ عنده ثلاثة أربع مشاكل يعني مخالفات يعني ذنوب فهو ما بيصليش وبيدخن فأنا لما جاء أأمر بالمعروف والأنهاء عن المنكر يعني لما جاء أنصحه أبدأ بالدخان ولا أبدأ بالصلاة لا في أولويات البنت مبالصليش ومتبرجة أتكلم عن التبر عن الحجاب والتبرج هي فيه ولا أبدأ بالصلاة أبدأ بالصلاة الأهم فالأهم فاكرين اللي هو الخطة الدعوية النبوية دي اللي ألها لسيدنا معاذ بن جبل حين اختاره لليمن لأهل اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب أهل كتاب يعني أهل عقائد ما أفسدها وأهل ربا وأهل قتل نفسه وأهل كل البلاية والزنة والخمر وكلام ده فشو بقى الخطة النبوية قال له إيه قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة أنا بابنه مش بهدم اللي هم عليه اللي هم الباطل اللي هم عليه لأنا بابدأ ببناء الحقه فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صادقة لها الزكاة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم إلى آخر الحديث يبقى أنا بابدأ بالأهم فالأهم أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن أراعي حدود الولاية يعني يحدود الولاية يعني أنا مع صديقي مع قريبي أنا مليش ولاية عليه كولاية الأب على ابنه والمدرس على تلامذته والمدير على موظفي مليش أو الرئيس على المرؤوسين والشعب والأمة إنما لي عليه ولاية النصيحة بس يعني إذن باللسان انصحه بلسانك يا هذا اتق الله ودعمه تصنع في أنه لا يحل لك يا ابن قوم الصلاة يا أخي عليك بكف الأذى من لسانك إذن أنا في حدود ما لا ولاية لي علي يبقى النصح والتذكير والموعظة باللسان وبالرفق وبالليل طيب أنا روحت البيت وابني لا ده ابني بقى أنا يعني إيه لي عليه ولاية التربية والتقويم ممكن أضرب ابني أيوة ممكن لكن أضرب ابن جاري لا طبعا ولا أضرب صديقي لا طبعا أنا أغير المنكر بتاعه باليد لا طبعا إذن أنا أراعي حدود الولاية حين أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر اللي تحت ولايتي ولاية الأبوة ولا أنا مدير ولا أنا نظر المدرسة ولا أنا عميد الكلي آفح لي حدود ولاية ممكن أعاقبه بوسائل عقابية معينة إنما من لا ولاية لي عليهم يبقى الدعوة والنصيحة والتذكرة بلسانه وليست بيده طيب المنكرات العامة المنكرات العامة في الشارع العام بقى اللي يعرفهم ولا يعرفوني أي وليت على الشارع العام زي وليت الحاكم أو الحكومة على الشارع العام لا طبعا يبقى أنا برضو في الشارع العام في المنكرات العامة إنما أنا واعذ إنما أنا ناصح فقط إنما أنا مذكر فقط وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكر لست عليهم إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فلابد من مراعاة مقتضيات الولاية من عدمها حين أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وعلم أن مفتاح القلوب الكلمة الطيبة والرفق واللين هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السائل يقول هل ورد حديث صحيح أن تبخير البيت بالحبة السوداء والقسط الهندي يطرد الشياطين من المنزل في حدود علمي لم أقف على حديث بهذا المعنى أبدا يعني أنا فيما أعلم والله أعلم لم يارد حديث أن احنا نبخر البيت بالحبة السوداء وبالقسط الهندي احنا كنا من شوية بنتكلم على تحسين البيت نقرأ القرآن الكريم نقرأ صورة البقرة نحصن أنفسنا احنا بالأذكار آية الكرسي وأذكار الصباح والمساء وإلى آخره هذا هو الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد بنتنا تسأل أنها وضعت مولودا قبل شهر رمضان بأربع وخمسين يوم ولكن ظلت ينزل منها حتى بعد رمضان لكن اغتسلت وصلت وصامت فهل هذا تعتبر استحاضة أم أنها تقضي الصوم لو أنت قبل رمضان لو تمت الولادة قبل رمضان بأربع وخمسين يوم يعني احنا كده عدينا الأربعين وجمهور أهل العلم على أن النفاس هو أربعون يوما عشان حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ما تصل إذن ما زاد عن الأربعين ليس من النفاس في شيء طيب بس الدم ما زال ينزل بعد الأربعين نقول للنفساء في هذه الحالة لو استمر الدم بعد الأربعين تذكري لو الموعد ده اللي يمدي اللي نازل فيها الدم فوق الأربعين هو موعد حيضاتك بتاع زمان قبل الحمل كان بتيجي في نفس التوقيت ده إذن اعتبر هذا الدم اللي بعد الأربعين حيضة إذا كان الموعد هو هو الأديم وخد أيام الحيض المعتادة خمسة أيام ستة أيام أكتر أقل وما زاد عن ذلك اغتسري وصومي وصلي ولا تعبأي بأي دم ينزل بعد ذلك لأنه بتطول حد أربع وخمسين يوم إنما احنا هنتكلم على خمسة واربعين يوم ستة واربعين سبعة واربعين يوم فما زاد عن ذلك الفترة اللي هنعتبرها حيض لو كان الدم ده بينزل في موعد الحيض الأديم يبقى هناخد كمان ست سبعة أيام على النفاس وما زاد عن ذلك هو الاستحاضة فأنا شايف أن لا يلذمك أنك تعيدي ولا تقدي ولا شيء غسلك أعتقد أنه صحيح ولله الحمد وصيامك في رمضان صحيح ولله الحمد والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد السائل يقول أنا كثير الذنوب أنت لوحدك كلنا ابني كلنا ذاك الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده عليه الصلاة والسلام قال كن بني آدم خطاء إنما خير الخطئين أتواب أنا كثير الذنوب لكني أحب الله ورسوله وأحب مشايخ أهل السنة وأحب قناة الندى وهي قناة المفضلة وأريد من فضيلتكم نصيحة للثبات على الطاعة أنت بتحب قناة الندى وإحنا برضو بنحب قناة الندى يا سيدة ونحب قناة نور الندى كمان إنما اعلم أن الوسائل التي تعين الإنسان على الثبات على الطاعة أولها التوبة قال عليه الصلاة والسلام في حديث الأغرر بن يسار أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة إذن عليه الصلاة والسلام كان بيتوب ويتكرر التوبة في اليوم الواحد يقول مئة مرة وابن عمر يقول كنا نعد عليه في المجلس الواحد أكثر من سبعين استغفار أو كما قال عليه الصلاة والسلام طيب إذا كان هو بيتوب في اليوم سبعين ولا مئة مرة أما أنا وحضرتك هنتوب في اليوم قد إيه؟ ده إحنا محتاجين نحط قدام المية تلات أربعة تصفار خمس تصفار لو استطعنا نتوب ألف مرة ألفين مرة عشر تلاف مرة عشرين تلاتين أكثر أقل لمقصود المداومة على التوبة على مدار اليوم والليلة التوبة يعني الندم على ما وقعنا فيه التوبة يعني العزم الأكيد على عدم تكرار الذنبنا مرة أخرى التوبة يعني كثرة الاستغفار لله عز وجل التوبة يعني كثرة العمل الصالح التوبة يعني إذا كانت في حقوق أردها إذن أول ما يعين الإنسان على الثبات وأول ما يضحر الشيطان عن الإنسان التوبة إنما تغسل القلوب بماء التوبة فالأول شيء ثم الموظبة على الطاعات الفرائد المستحبات يا سلام يبقى أنت كده خطوة خطوة واسعة على طريق الثبات على دين الله عز وجل أيضا عدد وقوي إيمانك بمقويات الإيمان كقراءة القرآن والأذكار وما شابه ذلك والصدقات وكل معروف تبذله يعينك على الطاعة ويثبتك عليها أيضا مهم جدا جدا إنك تصاحب صحبة مسلمة صحبة صالحة فالصاحب ساحب وصحبة الصالحة تعينك إذا ضعفت وتنبهك إذا غفلت وتذكرك إذا نسيت وتعلمك إذا جهلت مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير حامل المسك اللي هو الصحبة الصالحة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه تشتري وإما أن تجد تشم منه رائحة طيب إنما التاني إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة لو أنت استعنت بأذي الأمور مع زيارة المرضى شوية وزيارة القبور شوية ورؤية المحتضرين كل هذا يعينك على الثبات على الطاعة وعلى الاجتهاد في اجتناب الفتن والمغريات والمضلات ونسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات لأن الدعاء مهم جدا في هذا الباب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك هو نفسه يجتهد على مدار اليوم والليلة في هذا الدعاء ونحن أولى بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت هذا فأنت حصلت وسائل كثيرة للثبات على الطاعة ونسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات وأن يتقبل الله مننا ومنكم وأن يعيننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادتي أيها الأحبة الكرام وقت حلقتنا قد انتهى حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل التحية شكري لكم وشكري أيضا موصول لفريق العمل جزى الله الجميع خيرا وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون